اشتركوا في القناة طلاب الصف السابع بمدرسة التمييز النموذجية اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التمييز التعليمية ودرس جديد من دروس اللغة العربية المقررة على طلاب الصف السابع هذا التناولي ابنائي هو بعنوان لغتي الجميلة ثلاثة الكفاية الخاصة بهذا النشاط هي كفاية الكتابة والمعيار الخاص هو ثلاثة خمسة عنوان النشاط يا ابنائي هو الفعل المضارع وخصوصا نصب الفعل المضارع الفعل المضارع يا ابنائي كما تعلمون ينقسم الى احسنت ابنائي الطالب الى فعل مضارع صحيح الاخر وفعل مضارع معتل الاخر احسنت ابنائي الفعل المضارع صحيح الاخر مثل يذاكر اما الفعل المضارع معتل الاخر فمثل احسنت ابنائي يدعو ويمشي ويسعى مرة ثانية الفعل المضارع في اللغة العربية ينقسم الى فعل مضارع صحيح الاخر والامثلة مثل يذاكر يلعب تكتب اما النوع الثاني فهو فعل مضارع معتل الاخر مثل يدعو ويمشي ويسعى نتوقف دقيقة هنا ونريد ان نعرف لماذا هذا الفعل يا ابنائي صحيح الاخر ولماذا هذا الفعل معتل الاخر من منكم يستطيع الاجابة على هذا الثؤال احسنت يا ابنائي يا معلمي الفعل صحيح الاخر وذلك لعدم وجود حرف من حروف العلة في اخره فاذا لاحظنا الفعل يذاكر والفعل يلعب والفعل تكتب نجد ان الحروف في اخر الفعل كلها حروف صحيحة اما الفعل معتل الاخر فاذا قمنا بقراءة هذه الافعال يدعو يمشي يسعى نجد ان كل فعل من هذه الافعال قد ختم بحرف من حروف العلة وحروف العلة ثلاثة من منكم يعرف يا ابنائي احسنت يا ابني الوا واليا والالف المكسورة نصب الفعل المضارع ادوات النصب يا ابنائي هي ان ولن وكي ولا متعليل وحتى وفاء السببية هذه الادوات تحفظ جيدا وذلك لاستخدامها في نصب الفعل المضارع وهنا نتطرق الى ان الفعل المضارع ينصب وعلامة نصبه هي الفتحة الظاهرة اذا كان متى ينصب الفعل المضارع يا ابنائي وتكون علامة نصبه الفتحة الظاهرة احسنت يا ابني اذا كان الفعل صحيح الآخر امثلة يا محمد اجتهد كي تتفوق اذا لاحظنا هنا وجود الفعل المضارع وهو تتفوق الفعل هنا وضع على آخره فتحة اجتهد كي تتفوق لماذا يا معلمي وذلك لوجود اداة من ادوات النصب وهي كي قد سبقت او قد سبقت الفعل المضارع لذلك قمنا بنصب الفعل هنا حسنت يا ابني مثال ثاني احافظ على الصلاة لانال رضا الله هنا الفعل انال هنا فعل مضارع منصوب بالفتحة لماذا وذلك لانه سبق بآدات من ادوات النصب ونعلم ان ادوات النصب ان ولن وكي وحتى ولام التعليل وهي المقصودة هنا وفاء السببية لانالا بعد ذلك المثال الثالث عليك ان تقول الحق ان تقول لماذا قنا تقول ولم نقل تقول احسنت اسمعك يا ابني وذلك لان الفعل المضارح هنا يا معلمي قد سبق بآدات من ادوات النصب وهي ان وادوات النصب منها ان ولن وكي وحتى ولام التعليل وفاء السببية وذكرنا سابقا وقلنا ونبهنا ان ادوات النصب يا ابنائي لا بد ويجب عليكم ان تحفظوها جيدا تقول بعد ذلك لنرى هذا التعريف ينصب الفعل المضارع وعلامة نصبه الفتحة المقدرة متى يا ابنائي ينصب الفعل المضارع وعلامة نصبه الفتحة المقدرة احسنت يا ابني اسمعك وذلك يا معلمي اذا كان الفعل معتل الاخر بالالف وايضا معتل الاخر بالواو والياء والامثلة على ذلك كثيرة اذا رجعنا للفعل المضارع معتل الاخر بالالف المثال هنا علينا ان نسعى في الخي وكلمة مقدرة يا ابنائي اي ان العلامة او الحركة غير ظاهرة فاذا تأملنا جيدا في الفعل نسعى وجدنا ان اداة النصب ان صبقت او قد صبقت هذا الفعل فلذلك قمنا بنصب الفعل ولكن نصبناه بفتحة مقدرة اي غير موجودة وغير ظاهرة لماذا يا معلمي وذلك لان الفعل نسعى هو فعل معتل الاخر بالالف المكسورة وايضا الاعتلال يا ابنائي يكون بالواو والياء ولكن الفعل اذا كان معتلا بالواو والياء ينصب بالفتحة الظاهرة والظاهرة هي المكتوبة والواضحة اكرر معي هذا المثال نجتهد حتى نسمو بوطننا طالع معي عدد الطالب الفعل نسموا هذا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه احسنت يا ابني الفتحة الظاهرة اي المكتوبة وذلك لان الفعل هنا معتل الاخر بالواو وقد سبق بادات من ادوات النصب وهي حتى المثال الثاني تعود العادل ان يقضي بالحق هنا الفعل يقضي منصوب بالياء والفتحة هنا يا ابنائي فتحة ظاهرة ام مقدر احسنت يا ابني الفتحة هنا ظاهرة وذلك لان الفعل قد سبق بأن وأن هنا من ادوات النصب وادوات النصب تنصب الفعل ولكن نصب الفعل هنا بفتحة ظاهرة وذلك لان الفعل معتل الاخر بالياء ننتقل بعد ذلك لجزم الفعل المضارع اذا اذا قلنا بأن الفعل المضارع منصوب فأيضا نستطيع أن نقول بأنه مجزوم فالسؤال هنا ما هي ادوات جزم الفعل المضارع احسنت يا ابني ادوات جزم الفعل المضارع هي لا انهية لا ملأم لم لما هذه الادوات كما قلنا سابقا في ادوات نصب الفعل المضارع ان تحفظ جيدا هذه الادوات هي الاخرى لا بد ويجب عليكم يا ابنائي ان تحفظوها جيدا الامثلة يجزم الفعل المضارع وعلامة جزمه احسنت يا ابني السكون متى يا معلمي اذا كان الفعل صحيح الاخر مثال الطالب لم لم هنا يا ابنائي اداب من ادوات الجز لذلك الفعل المضارع بعدها سيكون مجزوما وعلامة جزمه السكون لم يهمل عمل الواجب فيهمل هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وذلك لان الفعل هنا يا ابنائي صحيح الاخر مثال ثان يا خالد لتحافظ على الصلاة فالفعل لتحافظ هنا يا ابنائي سبق بادات من ادوات الجز وهنا الفعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وذلك لانه صحيح الاخر ممتاز بعد ذلك يجزم الفعل المضارع وعلامة جزمه حثف حرف العلة وقلنا صابكا بان حروف العلة ثلاثة هي الالف والوا واليا الأمثلة يا محمد لا تمشي في طريق الشر فالفعل تمشي هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه أحسنت يا ابنائي حذف حرف العلة فالأصل في الفعل تمشي ولكن عندما صبق الفعل هنا بأدات من أدوات الجز حذف حرف العلة هنا وأصبح الفعل تمشي المثال الثاني لتدعو الله أن يغفر لك فالأصل في الفعل هنا يا أبنائي تدعو بوجود حرف العلة وهو الوا ولكن عندما صبق بآدات الجزم اللام لي فهنا أصبح الفعل لتدعو الله وقمنا بحذف حرف العلة بسبب وجود أو اعتلال للفعل في آخره المثال الثالث المعلم لم يتوانى عن تقديم النصح لطلابه إذا لاحظنا هنا أن الفعل يتوانى المفروض في الأصل أن يكون يتوانى بوجود ألف مكسورة ولكن يا أبنائي صبق الفعل هنا بآدات الجزم وهي لم فلذلك قمنا بحذف حرف العلة لأن الفعل هنا معتل الآخر ومسبوق بآداء من أدوات الجزم مثال الأخير الكسول لم يضح من أجل وطني فالأصل في الفعل يضح هنا يضحي ولكننا قمنا بحذف حرف العلة وهو الياء وذلك لأن آدات الجزم جاءت هنا قبل الفعل يضح فقمنا بحذف حرف العلة وهنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة متمنيين لأبنائنا دوام التوفيق والتفوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا